جريمة قطع المياه عن مليون من أبناء الحسكة وريفها مستمرة في موجة الحر التي تضرب البلاد أمام صمت المجتمع الدولي عن الجريمة التي لا يخجل الاحتلال التركي من ارتكابها باستمرار الجريمة التي بدأت في تشرين الأول من العام 2019 تكررت لنحو أربعين مرة مع اعتماد الاحتلال التركي محطة علوك كورقة ضغط ميدانية وعسكرية واستخدامها في صراعه مع مجموعات خسد وبعد أن أبدى الاحتلال مرونة غير معتادة في الثلث الأول من العام الحالي من خلال التخلي عن شرط تزويد كل من رأس العين وتل أبيض بالكهرباء والسماح لوبد من منظمة اليونسيف دخول المحطة وإجراء صيانات لرفع طاقتها الانتاجية عاد ليتراجع عن ذلك ما أدى لتوقف الضخ من المحطة من جديد وليتضح بعدها أن الاحتلال أراد استغلال المحطة كورقة في الانتخابات الرئاسية التركية والتي عاد فيها الاحتلال إلى التصلب في موقفه من جديد بعد أن حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات الرئاسية لصالحه إذن لا يوفر الاحتلال التركي حتى محطة علوك لاستخدامها في بازارات السياسة والميدان دون الاكتراط لمعاناة عشرات الآلاف الذين يواجهون العطش وانتشار الأمراض نتيجة سياسة التعطيش هذه تواصل أنقرة جريمة قطع المياه عن الحسكة مع تخفيض حصة كل من سوريا والعراق من نهري الفرات ودجلة في عرقلة واضحة لأي محاولة تنمية في البلدين الخارجين من حرب استمرت لسنوات وهو ما يتطلب تدخلا أمميا يمنح دمشق وبغداد حقهما في مياه الأنهار وفق القوانين والأعراف الدولية أيها المرعي لقناة سماء مدينة الحسكة